والمزيد من التفاصيل ينضبوا إلينا من قطاع غزة من خانيونيس تحديداً يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية أهلا بك يوسف كيف يبدو هذا الصباح نعم مونة هذا الصباح يشبه إلى حد بعيد معظم صباحات قطاع غزة منذ 11 شهر وهي صباحات تقوم على مزيد من القصف الإسرائيلي الذي تركز عفوا هذا اليوم في المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح والمناطق الجنوبية الشرقية من مدينة خانيونس منذ ساعات الفجر الأولى دوت عدة انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي عنيف طال منطقة الحشاشين وكذلك منطقة الشاكوش في أقصى الشمال الغربي من مدينة رفح كما نفذ جنود الاحتلال عدة تفجيرات تحت السيطرة طالت عددا من المربعات السكنية في المناطق الشمالية من مدينة رفح أما في المناطق الجنوبية الشرقية وتحديدا بلدة الفخاري فقد شهدت هذه المناطق أيضا قصفا مدفعيا وغارة جوية استهدفت منزلا مخلى دون أن يوقع ذلك القصف شهداء أو مصابين في منطقة الفخاري في أقصى الجنوب الشرقي من مدينة خانيونس إضافة إلى منطقة العطاطرة هي الأخرى تعرضت إلى القصف المدفعي صباحا اليوم لكن الجديد أيضا هو عودة الاحتلال الإسرائيلي صباحا اليوم لقصف المناطق التي انسحب منها في غضون الساعات الثمانية والأربعين الأخيرة وتحديدا منطقة السطر الغربي في محيط المنطقة التي كانت تقوم بها آليات الاحتلال بعمليات حفر على مدار الأيام الأخيرة وانسحبت من هناك لكن فجر هذا اليوم وصبيحة هذا النهار أعاد الجيش الإسرائيلي قصف هذه المناطق بعدد من القذائف المدفعية أيضا في وسط قطاع غزة لوحظ مبكرا أن المنطقة الواقعة إلى الغرب من منطقة المغازي وتحديدا قرب شارع صلاح الدين تعرضت هي الأخرى للقصف من قبل المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على طول السياج الحدودي شرق منطقتين المغازي والبريج ومنها أيضا أطلقت عدة قذائف صوب أقصى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من مخيم النصيرات وتحديدا منطقة المغراقة ومنطقة مدينة الأسرة أما في شمال قطاع غزة فهذه المناطق نالت أيضا نصيبا كبيرا من القصف الجوي والمدفعي خلال الساعات الماضية تركز هذا القصف في المناطق الشرقية من مخيم جباليا كما أن قصفا طال مجموعة من المواطنين أدى لاستشهاد ثلاثة شبان وإصابة آخرين وكذلك أيضا المناطق الشرقية من مدينة غزة إضافة إلى عدة غارات استهدفت منازل مخلاة في منطقة التفاح وبلدة بيت لاهية إذن أود أن أشكرك على كل هذه التفاصيل كنت معنا من خانيونس مراسلنا من هناك يوسف أبو كويك ترجمة نانسي قنقر